Hello, how are you today? Today I teach you unit 4, lesson 1, page 54. This unit is a revision. هذا ال melanوان هو عبارة عن مراجعة للأدرسات السابقة. The title, الأنوان هو Is It. هل هذا أو هل هذه؟ In this lesson, بحاظة اللصان، we must name everything. لازم نسمي كل شيء we can see نقدر أن نشوفه. خلونا نسمي. هسا احنا عدنا هذا الفراش. look at picture number one باعوا على صورة رقم واحد طبعا هاي الصور عدكم امرقمة look at picture number one باعوا على صورة رقم واحد هذي القريولة والمخدة والغطى والدوشق كل هذا يتسمى bed bed snake هسا احنا دنسميهم table snake chair wardrobe can'tor mat اللي هي السجادة اللي تنحط بالمدخل مالة البيت bed chair table snake wardrobe هسا احنا سميناهم يا حبايبي now we have to review prepositions هسا لازم الراجع اللي prepositions اللي هم ال under next to and on and also between احنا عدنا until now الحد هسا five prepositions خمس احرف جر اللي هي in داخل on فوق under next to next to between between بين the table and the wardrobe هذه snake between the table and the wardrobe now we must use is it هسا لازم نستعمل is it يا حلوين شو نستعمل هذه is it هذه نستعملها نخليها قبل كل جملة يعني look at picture number one باعوا صورة رقم واحد باعوا ال snake وين موجودة هسا راح نجي نخلي قبل كل جملة شنو نخلي نخلي is it تنزل هاي is it نخليها قبل الجملة ونسأل is it under the bed هل هي تحت الفراش من هي يل تحت الفراش هل الحية أو الثعبان تحت الفراش yes it is احنا شون عرفنا من نسأل بإزئت عندما يكون السؤال بإزئت يعني بإز من يكون السؤال بإز الجواب يكون يا أما is yes or no now هس الإزئت نزلناها احنا نقبل under راح نقول is it under the bed هل هي تحت الفراش شنو it it refers to snake ال it يدلنا على ال snake الحية ال it refers to snake so is it under the bed هل هي تحت الفراش yes it is شوفوا كل جملة من هاي الجملة اللي امرقميها one two three four five six seven eight كلها نضيف لها is it قبلها منو اللي راح يتغير اللي يتغير فقط ال under هذي ال preposition هو اللي يتغير ال preposition راح نغيره مرة يصير on مرة in مرة next to مرة between شوفوا هزاش راح نسوي now راح نخلي ال is it هنان اللي هي جبناها من التوب مال تلبيج شوفوا is it under the bed هل هي تحت الفراش yes it is راح نغير ال under is it in the bed هل هي بداخل الفراش no it isn't is it on the bed هل هي فوق الفراش no it isn't is it next to the bed هل هي بجانب الفراش no it isn't is it between ما نقدر نستعمل between يعني هي أصلا مو between يعني هي احنا نباوع على ال snake اللي تكون تحت الصورة المرقمة معلنا بال snake الباقية نباوع look at picture number one نباوع الصورة رقم واحد ده نحكي احنا على الصورة رقم واحد ال snake هي فقط تحت الفراش إذا نريد نسأل between is it between the bed and the table no it isn't هل هي بين the bed الفراش والtable لا هسا يا حلوين رح نجي على look at